اشتركوا في القناة كان الله تعالى قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء قال الحافظ رحمه الله به دلالة على أنه لم يكن شيء غيره للماء ولا العرش ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله تعالى وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وعن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هوى وما فوقه هوى ثم خلق عرشه على الماء وقال الترمذي قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء وقيل معنا عماء السحاب الأبيض فالحاصل أن الله جل جلاله تفرد بالأولية فلم يكن معه مخلوق في الأزل بل كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق الخلق فاستوى على عرشه كما أخبر في كتابه على ما شاء سبحانه لا منازع له في ملكه ولا شريك له في سلطانه وأما عن هذا السؤال الذي يورده النفات على من يثبت علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه إنما يصح أن يتوجه عليهم إذا كانوا يقولون إن الله تعالى يحتاج إلى عرشه أو إلى سماواته أو إلى شيء من خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فأما إذا كان المثبت يقررون مع ذلك ما يؤمن به كل مسلم من أن الله تعالى له الغنى المطلق عن خلقه كلهم لا منازع له في ملكه وسلطانه وأن العرش والسماوات والخلائق جميعا إنما قامت واستمدت وجودها وبقاءها من ربها الذي منه الإيجاد لها والإعداد لما سخرها له والإمداد بالبقاء والرزق وأن العرش محتاج إلى ربه مرتفع بقوته وقدرته قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إذا كان الأمر كذلك فما وجه رود هذا السؤال عليهم وما إلجامهم بشيء من لوازمه إلا البهت والعدوان ثم إن السؤال وارد على النفاة أيضا ولا يخلصون منه إلا إذا أثبتوا ما دل عليه الشرع والعقل من علو الله على خلقه قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم فلا يخلوه إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه وهذا محال تعالى الله عن مماسة الأقبار وغيرها وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل فيه وهذا محال أيضا تعالى أن يحل في خلقه وهتاني لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يليق بالله إلا هو فحينئذ يقال ما المحذور الذي يلزم من أثبت الله ما أثبته لنفسه من علوه على خلقه واستوائه على عرشه ثم لا يلزم مثله أو أشد منه نفات ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أيضا ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لوض الجهة ولا نفيه كما في إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل وكذلك لفظ التحيز إن أرد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض وإن أرد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقها مشاهدين العزاء نشكركم على حسن المشاهدة كما ندعوكم إلى مشاهدة المزيد من الفيديوهات المتحدة والمثيرة والممتعة لمختلف الأذواق سوف نسرد لكم سلسلة لأفضل أعمالنا في شتى المجالات المجال الرياضي قناة ميديا كورا ومعلومة رياضية ومعلومة كروية وتعد قناة ميديا كورا أكبر منصة رياضية التي تضم أهم التحليلات الرياضية والانتقالات الرياضية وقناة معلومة رياضية التي تقدم لكم أجمل الأهداف وأغرب المشاهد الرياضية وملخص لكل الأحداث الكروية المجال الثقافية قناة معلومة ومعلومة ثقافية تقدم لكم منصة قناة معلومة كثيرا من المعلومات الثقافية والدينية والرياضية والفكاهية وأحداث النهاية التي تضم أحداث يوم القيامة بالتفصيل من بداية العلامات الصغرى حتى دخول الجنة أو النار أعاذكم الله وما تحويه كل من الجنة والنار المحتوى الدينية معلومة دينية تقدم لكم أهم القصص الإسلامية والمسائل الشرعية قصص الصحابة والتابعين وفرسان الإسلام وغرائب وطرائف التاريخ والأثر الدينية وكي نستمر في العمل نرجو منكم فقط الاشتراك مع علامة الجرس سوف تجدون روابط القنوات داخل صندوق الوصفة مع أطيب تحيات أخيكم في الله أيمن صابر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة